مرحلة جديدة من تكشف الحقائق والخبايا لقيادات عسكرية كانت تتستر بعباءة الشرعية وتتخدم بشكل مبطن مع الميليشيات الحوثية ضمن انفوذ الأحزاب الإخوانية والتنظيمات الإرهابية فما كانت تخفيه ظهر جليا وبات واضحا للعيان الميليشيات الحوثية وبعد انضمام المئات من القادات العائدة إلى صفوفهم اعلنوا من جديد عودة خمسة ضباط من جبهات حدودية ومحورية لتنضم إلى صفوف الميليشيات وتعلن ولاءها المطلق لها القيادات المنشقة عن القوات الحكومية والمنضمة لصفوف الحوثيين وبحسب ما اعلنت الميليشيات عبر سبأ الإلكترونية التي تنتحلها بينهم الرائد همام محمد علي المقدشي مسؤول الحماية الشخصية لوزير الدفاع السابق محمد المقدشي والرائد فتح الوصابي قائد السرية الأولى في اللواء الثالث عاصفة الحدود وقيادين ضباط آخرين معلنتنا ترحيب بهم عبر مركزها الوطني للعائدين بصرعا وفي سياسة ممنهجة لوضع مخرج تكذب به من خلاله الميليشيات على نفسها لتبرير عودة المنشقين إلى صفوفها أعلنت في وقت سابق العفو العام عن المغرر بهم كما تطلق عليهم لعادة ترتيب صفوفها ولتعويض النقص العددي وسد فراق قيادتها التي فقدتهم في الكثير من عملياتها المجيات والوحشية ضمن انقلابها ومنذ عامه الأول فيما اكد نشطنا سياسيون ومراقبون للوضع في اليمن أن ما حدث كان متوقعا بحسب الكثير من المواقف والوقائع التي تواطأت فيها الكثير من الأسماء المنشقة مع الميليشيات وتخادمت معها كتسليم ألوية كاملة منذ لحظات الانقلاب الأولى وفيما بعد بتسهيل تهريب الأسلحة وتمرير الصفقات على أكثر من صعيد وبغطاء شرعي خلافا عن حالها الذي كان أفصح من لسان مقالها